بشوفها بيكون عندها كمان طفل ماسكة في إيدها طفل أو طفلة في البيت عندها كيف وليه العلم عند الله لكن في قلتلك زي ما قلت لحضرتك فنانين كتير قبل وحكيت طلق طب لو أنا يا أستاذ عمر سألني مثلا الإعلامي إنشان قال لي هل بتشوفي ياسمين وأحمد العوبي طلقوا وقلت له لا أبدا وصار برضو حتقوم الناس تصرحتنا لها جدا ومبكية من الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد طلقها من الفنانة أحمد العودي بالفيديو أحمد العودي يحكي في السبب الحقيقي وراء طلق الفنانة ياسمين عبد العزيز السلام عليكم لطفل قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تؤثروا فامكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفي التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة تصرحتنا لها جدا ومبكية من الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد طلقها من الفنانة أحمد العودي أعلق طريق شناوي نقطة تنية على خبر طلقها ياسمين عبد العزيز وإحمد العودي قائلا خلال مدخلة هاتفية عبر براميدي الخلاصة تقديم الإعلامية هيبا جلال المزاعة بقناة المحور أن كلمة اطلاق رسمي التي كتبتها ياسمين عبد العزيز تدل على وجود انفصال مصباح حتى أصبح رسميا خاصة لأنها لم تعدل افتتاح فيلم الاسكندرين الأحمد العودي وأضاف الشناوي أن معادة العودي لياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها أكبر دليل على ان اطلاق رغبة ياسمين وتابع العودي حاول مصلحتها لتترجع بدليل أنها من أعلنت اطلاق وتبعها العودي مشيرا لأن انفصالهما كان حضريا ووعيا وعن المستفيد من تلك العلاقة القصيرة بينهما وأكد الشناوي أن أحمد العودي اشترك في عملين من بطولة ياسمين عبد العزيز والأخير أعطته أكثر مما أعطت فتن حمامة لعمر الشريف بالفيديو أحمد العودي يكشف السبب الحقيقي وراء طلاق الفنان ياسمين عبد العزيز علاء الفنان ياسمين عبد العزيز على خبر طلاق شقيقاته ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العودي وكتب عائل عبد العزيز عبر حسابه على فيسبوك لا حول علاقات إلا بالله العلي العظيم واكتفى بهذه الجبلة دون كتابة أي شيء آخر عليها لكن كل التعليقات كانت تسأله عن خبر الطلاق وهي الأسباب واللي حصل بين الاتنين والسبب الحقيقي وراء الطلاق وكانت ياسمين عبد العزيز فجاء الجمهورة بإعلان خبر طلاقه بين أحمد العودي وكتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابه على انستجرام تم التعليق الرسم بينه بين أحمد العودي وبين كل الاحترام والتأدير كان راجل محترم وامر ما هنسى فضله عليها وتفعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر والبعض لم يصدقوا أكدوا أنها مصحى منهم وحتى الآن لم يعلق العودي على الخبر ثم خرج العودي بعدها بمنشور وأكد فيه الطلاق وتحتفل أمس ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها وكان أحمد العودي نشر صنع له معها وكتب ليهنئها كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي الامر كله ليكي ان شاء الله فصحة وسعادة وهنا ونجاح وكانت ليلة عبد اللطيف قد توقعت انفصال العودي ياسمين عبد العزيز حيث ألت الفنانة الغالية على أقلوبنا ياسمين عبد العزيز أرى تقترب للأسف في 2024 أو 2025 من رحلة الانفصال عن زوجها الممثل أحمد العودي بشكل مفاجئ وردت عليها ياسمين عبد العزيز عبر حسابه بمواقع انستجرام يا ساكر يا رب بلاش انت يا ليلة كما رد أحمد العودي أيضا عبر حسابه على الفيسبوك ياسمين عبد العزيز وكتب كذب المنجمون ولو صارقوا شهد أول تعليم من أحمد العودي بعد طلقه الفنانة ياسمين عبد العزيز أهلا لنجمين أحمد العودي واسمين عبد العزيز عن طلقهما يوم أمس الثلاثاء وذلك عبر منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابهما على انستجرام أعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عن طلقه من الممثل أحمد العودي وكتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابه على فيسبوك تم الطلاق الرسمي بينه وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتأدير بدوره أعلن أحمد العودي في منشور على صفحته على فيسبوك عن الطلاق قائلا تم الطلاق الرسمي بينه وبين ياسمين وسيظل بينا كل الاحترام والتقدير والحب والمودة وتدول عددا كبيرا من جمهور النجمين خبر انفصال الزوجين معبرين عن اندهاشهم من طلاق الثناء الفني خصوصا مع عدم موجود أي بوادر سابقة للخلافات بينهم لكن الأمر الأكثر إصارة للجدل ينبوط خبيدة الأبراج اللبنانية لالا عبداللطيف التي توقعت انفصال الصنائي في عام عشرين الـ 24 وعلق أحمد العودي على هذه التوقعات حينها بعبارة كذب المنجمون ولو سرقوا مشككا في هذه التنبؤات ورفضا لا تماما أول تعليم من الدكتور أشرف زكي على صلح بين ياسمين عبدالعزيز وحمد العودي نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل طلقها بالساعات على خاصية الاستوري بمواقع الصور انستجرام أن المصرف في الحب دائما خسران حديث ياسمين عبدالعزيز عن الحب والطيبة وأعلنت ع منذ قليل ياسمين عبدالعزيز عن خبر انفصاله عن النجم عودي عبر فيسبوك اللي يرد عليها مأكيد بتأكيد خبر الطلاق المصرف في الحب والطيبة خسران وقالت ياسمين عبدالعزيز في استوري انستجرام أمس في آخر كلمات منشورتها قبل الطلاق يوم عيد بلادها أكبر درس اتعلمته في حياتي أن المصرف بالطيبة والحب دائما خسران قلت ياسمين عبدالعزيز وإحمد العودي أعلن الفنان أحمد العودي عن طلاقه من الفنان ياسمين عبدالعزيز بعد دقائق من إعلانها خبر طلاقهما عبر صفحات الرسمية بفيسبوك أحمد العودي بيننا كل الاحترام والتقدير وأضاف أحمد العودي عبر فيسبوك تم التلاقي الرسمي بينه وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير يذكر أن أحمد العودي احتفل أمس بعيد ميلاد الفنان ياسمين عبدالعزيز حيث وجه لها رسالة عبر الفيسبوك وقائلا كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي والعمر كله في صحة وهنا وسعادة ونجاح شاهد أول تعليم من أحمد العودي بعد طلاقه الفنان ياسمين عبدالعزيز أهلا لنجمان أحمد العودي وياسمين عبدالعزيز عن طلاقهما يوم أمس الثلاثاء وذلك عبر منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابهما على انستجرام أعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن طلاقه من الممثل أحمد العودي وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابه على فيسبوك تم اطلاق الرسم بينه وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير بدوره أعلن أحمد العودي في منشوره على صفحته على فيسبوك عن الطلاق قائلا تم اطلاق الرسمي بينه وبين ياسمين وسيظل بينا كل الاحترام والتقدير والحب والمودة وتداول عددا كبيرا من جمهور النجمين خبر انفصال الزوجين معبرين عن اندهاشير من طلق الثناء الفني خصوصا مع عدم موجود اي بوادر سابقة للخلافات بينهم لكن الامر الاكثر اصارة للجدل هي نبوة خبيدة الابراج اللبنانية لالا عبداللطيف التي توقعت انفصال الثنائي في عام عشرين اربع وعشرين وعلق احمد العودي على هذه التوقعات حينها بعبارة كذب المنجمون على سبقه مشككا في هذه التنبؤات ورفضا لها تماما اول تعليم من الدكتور اشرف زكي على صلح بين ياسمين عبدالعزيز وحمد العودي نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل طلقها بساعات على خاصية الاستوري بموقع الصور انستجرام ان المصرف في الحب دائما خسران ياسمين عبدالعزيز عن الحب والطيبة واعلنت عامم زقليل ياسمين عبدالعزيز عن خبر انفصاله عن النجس عودي عبر فيسبوك اللي يرد عليها الاخير بتأكيد خبر الطلاق اول انا عزيزي المشاهدين اعتقد اننا وصلنا لمعاد سؤال الحلقة تفتكروا ايه هو السبب الرئيس وراء طلاق الفنانة اسمين عبدالعزيز من الفنانة احمد العودي اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي اول مرة تشوفنا هتنسوش تعملوا سبسكرايب واتفعلوا الجرس علشان وصلكم كل اجتيب بنقدموا اول باول وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي اشتركوا في القناة